من بيروت تنضم إلينا مراسلة الحدث غنوى يتيم هنوى أهلا بك معنا أبدأ معك إن كانت هناك صدرت أي تصريحات من حزب الله بعد إعلان إسرائيل قتل رئيس منظومة الأركان في الحزب حتى الآن لا تعليق رسمي من حزب الله حول هذا الموضوع يوم أمس كان هناك غارة على الكوكودي انتشر بعدها خبر بأنه كان هناك قيادية عسكرية هل هي التي استهدفت في تلك الغارة القريبة التي كانت بقرب من مطار الرفيق الحريري الدولي والذي يعني بيّن الجيش الإسرائيلي بأنه يعمل كرئيس منظومة الأركان في حزب الله وهذا الأمر يعني بأنه أيضا كان يعمل مع القيادية الذي اختلته إسرائيل في السابق فؤاد شكر حتى الآن يعني لا تصريح من حزب الله أو نعي رسمي حول هذا الموضوع ولكن عادة عندما يصدر الجيش الإسرائيلي بيانه ويؤكد معلومة استهدافه لشخصيات بعدها يصدر أيضا بيان من حزب الله حول هذا الموضوع نعم ماذا عن الوضع الميداني هنا سواء كان في بيروت والمعلومات التي لديك عن الضحية الجنوبية بيروت يعني هدوء في بيروت خلال الأيام الماضية طبعا ما يقرق سكان المدينة هو فقط طائرات الاستطلاع التي تحلق بشكل دائم خلال ساعات الليل وساعات النهار وطائرات الاستطلاع لديها أصوات يعني يمكن سماعها بشكل دائم طيلة الساعات وهذا الأمر يعني يشكل يشكل قلقا لدى سكان المدينة مع اضطرارهم ليسا مع تلك الأصوات لمدى أيام طويلة وساعات طويلة أما بالنسبة لضحية بيروت الجنوبية كان هناك غارة صباحا ولكنها ليس لا يمكن وصفها بالغارة العنيفة التي وقعت خلف الجامعة اللبنانية يمكن رصد المكان عبر الكاميرا هي منطقة تدعى تحويطة الغدير ولكن يعني حتى هي خفيفة لدرجة بأنه لم نشهد الكثير من الدخان جراء تلك الغارة ضحية بيروت الجنوبية كما ترينها تبدو اليوم بدون صحب دخان يوم أمس كان ليل ضحية بيروت الجنوبية هادئ نسبيا مقارنة مع الأيام الماضية الغارات توقفت تقريبا عند الساعة الواحدة فجرا وأيضا لم تكن بتلك الغارات العنيفة التي شهدناها خلال الأيام السابقة هل فعلا غنوة بعض المدارس التابعة للقطاع الخاص استأنفت نشاطها التعليمي اليوم؟ بالفعل يعني بعض المدارس بدأت بوضع خطط وزير التربية كان قد أعلن بأنه يعود للمدارس الخاصة موضوع يعود للمدارس الخاصة موضوع أن تأخذ على عطقها العودة أو عدم العودة إلى المدارس لذلك المدارس أرسلت مثل الاستمارات إلى الأهالي لتعبئة من يريد أن يرسل طفله إلى المدرسة ومن يرغب بالبقاء على التعليم عن بعض بعض المدارس بكل الأحوال ستبدأ بدمج بين التعليم عن بعض وبين أيضا التعليم الحضوري سيكون هناك عدد أقل في المدارس بأن يتم توزيع الأيام على صفوف معينة لا أن يذهب جميع الطلاب في اليوم نفسه أيضا ساعات التعليم ستكون أكثر على أن يكون هناك أيام تشمل ساعات عن بعض وأيام طبعا هي حضورية هذا الأمر يعني طبعا لأن هناك تخوفات من الأوضاع الأمنية هناك استهدافات في أكثر من ملتقاب ولكن أيضا حفاظا على المستوى التربوي وأيضا النفسي للطلاب الذي يمكنهم الذهاب الآن أقله في المدارس الخاصة والالتحاق بالتعليم كان هذا نوع من حل وسطي بين الحضوري والأونلاين طيب التعليم عن بعد هل هو ناجع في ظل انقطاع تيار الكهربائي وخدمة الإنترنت جواب بشكل سريع وكون أريد أن أسألك عن وضع النازحين أيضا طبعا هذا الموضوع وضع صعب بالنسبة للعديد من العائلات يعني هناك انقطاع للطيار الكهربائي هناك أيضا موضوع الإنترنت والانقطاع الاتصالات بسبب استهداف بعض المحطات أحيانا أيضا هناك عائلات تأوي نازحين في منازلها لذلك أيضا خلال داخل بعض المنازل هناك اقتضاد وأيضا بالنسبة للتعليم الحضوري بعد العائلات نزحت إلى مناطق خارج بيروت وخارج ضاحة بيروت الجروية كي أيضا سيكون صعب لديها العودة إلى المدرسة وبالتركيز أكثر على وضع النازحين حجم المساعدات نوع المساعدات التي تقدم لهم هل الجميع يستطيعون الحصول على هذه المساعدات هل هناك من يوصلها إليهم أم هم من عليهم الذهاب إلى أماكن معينة مثلا لاستلامها ما المعلومات التفصيلية التي لديك بهذا الخصوص طبعا بالنسبة لوصول المساعدات خلال الأيام الماضية وحتى اليوم هناك كمية من المساعدات التي بدأت تصل من دول وأيضا من منظمات دولية لجنة الصحة كانت قد أعلن رئيسها بأنه سيكون وأيضا في اجتماع حصل يوم أمس في وزارة الداخلية سيكون هناك تعاون مع البلديات لتوزيع تلك المساعدات على البلديات وعلى المحافظين لأن النازحين موجودين في كافة المناطق اللبنانية لذلك يكون هناك استمارات بالأسماء واضحة على أن يتم توزيع احتياجات البلدية حسب عدد الأفراد النازحة طبعا كان هناك صعوبة في البداية عدد كبير من النازحين اشتكوا بأنهم لا يحصلوا على العدد الكافي من المساعدات ولكن هذا لأنه أيضا في البداية كانت الدولة هي من تعمل على تأمين تلك المساعدات لم تكن قد وصلت بعد المساعدات من المجتمع الدولي ولكن طبعا هناك في حال كان هناك طول لتلك الأزمة سيكون هناك حاجة لوصول دائم للمساعدات نظرا لعدد النازحين وأيضا لجنة الطوارئ كانت قد تحدثت بأنه حتى الأهالي الذين لم يغادروا منازلهم في مناطق تقع تحت خط النار هؤلاء الأهالي يجب أن يكونوا أيضا مشمولين بتلك المساعدات وليس فقط النازحين شكرا جزيلا غنوة على كل هذه التفصيلات والمعلومات وبالتأكيد سنكون معك خلال تغطيتنا المتواصلة لاحقا حتى اللحظة شكرا جزيلا غنوة يتيم ورسلة الحداث شكرا جزيلا غنوة للمساعدات 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 شكرا جزيلا غنوة للمساعدات